موسيقى نشرة الأخبار من قناة عدالنا الفضائية نستهلها بأبرز العنوين موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية استقبل القائمة بأعمال السفارة الصينية في بلادنا ويبحث مستجدات الأوضاع والجهود إحلال السلام موسيقى رئيس الوزراء يستقبل في عدن السفير الامريكي لدى بلادنا ويناقش الإصلاحات والأوضاع الاقتصادية والإنسانية موسيقى وزارة الأوقاف تعلن يوم غد الأربعة المتمم لشعبان ويوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك موسيقى من العنوين إلى التفاصيل أهلا بكم استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية تشاو تشينغ وذلك للبحث في مستجدات الأوضاع المحلية والجهود الرامية لإحياء السلام ومساره في بلادنا وخلال اللقاء نقل السفير تشينغ تحيات فخامة الرئيس تشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتمنياته له ولأعضاء المجلس منفور الصحة والسعادة وللشعب اليمني السلام والاستقرار والتمية وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين ودور جمهورية الصين الشعبية في تعزيز السلم والأمن الدوليين بما في ذلك مساعيها الأخيرة التي أفضت إلى الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وإيران وبما يضمن احترام طهران لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية العريقة مع جمهورية الصين الشعبية ومواقفها الثابتة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته وحكومته الشرعية وتخفيف من معاناته الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيش شعيبي دشنا العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي دشنا بدء العمل في مشروع شق ومسح شوارع شريانية وفرعية لمدينة المخب مساحة تقدر بخمسمائة ألف متر مربع على خمس مراحل كل مرحلة بما يقارب مئة ألف متر مربع تتضمن عمليات الشق والمسح شوارع ثلاثين وأربعين وصولا إلى شوارع ستة عشر واثني عشر وعشر أمتار داخل الأحياء والحارات في القطاعين الأول والثاني ضمن وحدات الجوار المعتمدة سنة الف وتسعمائة وستة وثمانين ووحدات الجوار المعتمدة عام الفين وسبعة عشر وخلال التدشين دعا العميد طارق إلى عدم إقفال الشوارع بالعشوائيات وأهمية الحفاظ على مدينة حضرية واسعة مؤكدا أن الجهود ستثمر بتكاتف وتعاون الجميع وأعلن عن توجيه الخلية الإنسانية بدراسة مشروع إمدادات المياه الإضافية إلى مدينة المخى لتنفيذ المشروع بالتعاون بين الخلية الإنسانية والمنظمات الدولية وذلك لتعزيز المصادر المائية مع زيادة الطلب على المياه نتيجة الكثافة السكانية المتزايدة التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية لوار روك فرج سالمين البحسني في مدينة المكلة فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلية الذي يزور محافظة حضر موت برئاسة نائب رئيس الفريق عبد السلام مسعد قاسم واستمع البحسني من نائب رئيس فريق الحوار والأعضاء إلى شرح حول زيارة الفريق إلى محافظة حضر موت الذي يأتي بهدف عقد اللقاءات مع المكونات والقوى السياسية بالمحافظة أشهد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي يبذلها فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي ودوره في توحيد صفوف المكونات الجنوبية لتمثيل القضية الجنوبية وفق رؤية موحدة بقيادة الشخصيات السياسية والقيادية من دوي الخبرة والكفاءة مبديا دعمه لجميع الخطوات التي يقودها فريق الحوار الوطني للدفع بالقضية الجنوبية إلى الأمام من جانبهم عبر نائب رئيس وأعضاء فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي عن سعادتهم بهذا اللقاء ودعم عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج سالمين البحسني لخطوات الفريق التي يسعى من خلالها إلى تقريب وجهات النظر بين جميع المكونات والقوى السياسية في الجنوب استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا ستيفين فاجن والوفد المرافق له من وزارة الخارجية الامريكية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية لمناقشة عدد من المستجدات على ضوء التطورات الأخيرة والجهود الرامية لإحياء مسار السلام والضغوط الأممية والدولية المطلوبة للتعامل مع استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية وعدم استجابتها بشكل جاد لجهود السلام واستهدافها للمنشآت والموارد الاقتصادية وكذا ما تم عمله في مسار الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة والأوضاع الاقتصادية والإنسانية وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بالزيارات المتكررة للمسؤولين الامريكيين والتي تقدم رسائل دعم مهمة للحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف منوها بالموقف الامريكي الدعم لمجلس القيادة والحكومة والدعم الإنساني في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة بما يقارب 450 مليون دولار ودور الوكالة الامريكية في التنمية والبناء المؤسسي خاصة في البنك المركزي ووزارة المالية والمؤسسات الإيرادية والسيادية وأهمية النقاش مع الجهات المعنية في أولويات تخصيص الدعم في الجوانب الحيوية المستدامة وتطرق الدكتور معين عبد الملك إلى التطورات الأخيرة على ضوء المفاوضات مع مليشيا الحوثي بشأن ملف الأسرى والمختطفين واجدد بهذا الخصوص ترحيب الحكومة بما تم الاتفاق عليه مستدركا بالقول رغم أن الاتفاق لم يلب الطموح بشأن الإفراج عن كل المشمولين بقرار مجلس الأمن 22-16 بما فيهم فيصل رجب ومحمد قحطان الذين ترفض المليشيا الإفصاح عن مصيرهما وغيرهما من القيادات والمدنيين المختطفين منذ سنوات في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية شرى رئيس الوزراء إلى أن وصف الوضع القائم بالتهديئة يجا في الواقع وقال الحقيقة أن مليشيا الحوثي الإرهابية تقود حربا اقتصادية أكبر لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية بداية باستهداف موانئ تصدير النفط الخام والتضييق على القطع الخاص وقطع الطرق التجارية الرابطة وغيرها من الإجراءات التعسفية والتي تعمق معاناة اليمنيين وشدد على ضرورة أن يكون هذا حاضرا في أجندة المجتمع الدولي وبالأخص الدول الفاعلة في الملف اليمني وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية وأهمية استمرار وتكثيف الضغوط على مليشيا الحوثي الإرهابية مشيدا بدور البحرية الامريكية في رصد وإيقاف شحن الأسلحة المهربة من إيران إلى مليشيا الحوثي وأهمية استمرار الجهد الدولي في هذا الجانب لتطبيق قرارات مجلس الأمن كما استعرض التحديات التي تواجهها الحكومة مستوى التقدم في مسار الإصلاحات العامة ومخاطر استمرار الأزمة وتوقف تصدير النفط الخام والجهود المبذولة لمعالجتها والإفاء بالالتزامات الحتمية وضمان استقرار العملة داعيا إلى مضاعفة الدعم الدولي الاقتصادي للحكومة في هذا الجانب بدوره أشاد السفير الامريكي بجهود الحكومة في استقرار الأوضاع وعبر عن تفهمه للتحديات التي تواجهها الحكومة والدور الذي تقوم به من أجل ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية وأشار إلى أن اتفاق الأسرى إنجاز كبير منذ انتهاء الهدنة معربا عن أمله أن يمهد هذا الاتفاق لإنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسرا وعائلاتهم بشكل كامل مجددا استمرار بلاده في دعم الحكومة والشعب اليمني متوقعا أن تكون هناك تعهدات إضافية خلال فترة القادمة للجانب الإنساني النوم الدواعي السروري أن أعود إلى عدن اليوم تعقدت لقاءات مثبرة مع دولة رئيس الوزراء وكبار المسؤولين للآخرين وشركاء الوكالة الأمريكية لتنمية الدولية في تنفيذ المشاريع للانخفاض الكبير للأنشطة العسكرية في جميع الجبهات في اليمن خلال العام المنصرمي قد شجع الولايات المتحدة ونقدر دعم الحكومة اليمنية لعملية سلمية يمنية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة وذلك للتوصل إلى حل شامل وعادل للصراع إن افتتاح مطار صنعاء وتزاود الأنشطة التجارية عبر ميناء الحديدة قد قدم فوائد ملموسة للشعب اليمني وفي ذات الوقت الذي تسببت فيه هجمات الحوثيين على الموانئ وخطوط الملاحة في حرمان الحكومة اليمنية من أغلب مواردها مما عمق الأزمة الإنسانية التي تواجهها البلاد إنني أدعو الحوثيين إلى التخلي عن هذه الهجمات والسعي للتوصل إلى حل سلميا للنزاع لنا نرحب بالبيان الصادري يوم أمس والخاص بتبادل المعتقلين ونؤكد على الحاجة لمواصلة المفاوضات من قبل جميع الأطراف لإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً كما أدعو الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين اليمنيين الحاليين والسابقين في سفارة الولايات المتحدة بصنعاء والذين لا يزال الحوثيون يحتجزونهم بغير سبب لأكثر من خمسة عشر شهر ستواصل الولايات المتحدة وقوفها جنباً إلى جنب مع اليمن وشعبه وقد قدمنا مبلغ 444 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن في فعالية التعهدات رفيعة المستوى التي انعقدت مؤخراً في جنيه وسنتبع هذا بدعم إضافي لاحق خلال العام تعين برامجنا التنموية الحكومة في بناء القدرات وتحسين إيصال الخدمات نعمل على تعزيز الروابط بين الشعبين وهذا يتضمن إرسال اليمنيين إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ بداية الصراع وذلك عبر برنامج زائر الدول للقادة وهذا هو برنامجنا الرئيسي لتبادل الزيارات إننا نتطلع إلى العمل مع الحكومة اليمنية لزيادة تعميق علاقاتنا الثنائية وأنا أعلم بأننا ربما نكون مبكرين بيوم أو يومين ولكني أغتنم هذه الفرصة لتهنئة الشعب اليمني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك شكراً لكم بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بمبارك في أدي سبابة مع رئيس المجلس الفدرالي اليسيوبي جينجيو تشاجر العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى التعاون البرلماني والتشريعي أكد وزير الخارجية على أهمية التشاور وتنسيق المواقف في كافة المحافل الدولية وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين صديقين مشيراً إلى أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وصلات اجتماعية ضاربة في عمق التاريخ مستعرضاً الجهود التي تقوم بها المؤسسات الشرعية في بلادنا في سبيل تحقيق السلام وتحريك عجلة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار وما تواجهها من صعوبات وتحديات في سبيل ذلك جراء استمرار الميليشيات الحوثية في تعنتها ورفضها الانصياع لإرادة الشعب اليمني وتطلعه نحو الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية ولفت إلى جولات التفاوض المختلفة التي خاضتها الحكومة الشرعية مع الميليشيات الحوثية الإرهابية وإلى الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لتحقيق السلام العادل المبنية على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً من جانبه أشهد رئيس المجلس الفيدرالي الأوثيوبي بالعلاقات التي تجمع البلدين والممتدة إلى عهود قديمة موضحاً أن تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين يكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات التي يواجهها البلدين الصديقين معتبراً أن إعادة انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة يمثل الخطوة الرئيسية لتفعيل العلاقات في مختلف المجالات وأكد على أهمية العمل معاً لمحاربة الجماعات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها وصورها كون ذلك هو أساس الأمن والاستقرار والتمهية مشيراً إلى تطلعه لمزيد من التنسيق والتعاون مع المؤسسات البرلمانية والتشريعية في بلادنا وجدد موقف بلاده الثابت في دعم الحكومة الشرعية وجهودها نحو تحقيق السلام في كافة ربوع اليمن حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة بلادنا في أديس أبابا ريحي الرياني التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد بن مبارك خلال زيارته الحالية إلى جمهورية أتيوبيا الفيدرالية بالسفراء العرب المعتمدين في أديس أبابا ويجرى خلال اللقاء بحضور عميدة السلك الدبلوماسي السفيرة نزهة محمدي ورئيس بعثة جامعة الدول العربية دكتور وليد شلتات والقائم بالأعمال اليمنية حيال إرياني تبادل وجهات النظر مع السفراء العرب إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واستعرض بن مبارك أهداف زيارته الحالية إلى جمهورية أتيوبيا الفيدرالية ومستجدات الأحداث في بلادنا والمساعي المبذولة لوقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية شاملة تقوم على المرجعيات المتفق عليها وما تبذله الحكومة اليمنية من إجراءات وجهود لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية كما تطرق إلى أسباب الأزمة التي نتجت عن انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية والدور الإيراني السلبي الذي ساهم في استمرار الإنقلاب ومفاقمة الأزمة الإنسانية وإلى التحديات والصعوبات التي واجهتها الحكومة اليمنية برغم كافة التنازلات وإجراءة بناء الثقة التي قدمتها زر وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك المدرسة اليمنية في أدي سبابا حيث اطلع على سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات الدارسين في مختلف المستويات مسمنا الدور الذي تقدمه في رفع المستوى التعليمي والثقافي لأبناء الجالية اليمنية كما استمع من إدارة المدرسة إلى الاحتياجات والتسهيلات المطلوبة وإعداد الخريجين والرسالة الهاتفة التي تقدمها كما قام بزيارة المبنى القديم لمدرسة الجالية مطلعا على المتطلبات العجلة لترميمه والإجراءات الجارية لاستئناف العملية التعليمية فيه نظرا لما يمثله من إرث حضاري ورمزية هامة لدى أبناء الجالية اليمنية تعود لأكثر من ثمانين عاما فأفقه خلال الزيارة القائمة بعمل السفارة اليمنية يحيى محمد الإرياني وعضو مكتب أو وزير الخارجية محمد عزي باكر إلى ذلك التقى وزير الخارجية وشؤون المتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك في أديس أبابا عددا من قيادات وأعيان الجالية اليمنية في إثيوبيا مستمعا منهم إلى جملة من القضايا والموضوعات التي تهمهم خصوصا تلك المتعلقة بالنشاطات التي تقوم بها الجالية اليمنية لإبراز الوجه الحضاري للإنسان اليمني ووصف وزير الخارجية زيارته الحالية إلى إثيوبيا بالناجحة والمثمرة مؤكدا عكاس نتائيها على مستوى العلاقات التي تربط البلدين بما فيها تلك المتعلقة بمنح مزيد من التسهيلات القنصلية ونوها بالرعاية الكبيرة التي تقدمها الحكومة الأثيوبية لأبناء الجالية عموما والتي تعد عكاسا طبيعيا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة اليمنية يحيى الإرياني أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان ويوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 1444 هجرية وقالت الوزارة في بيان الله تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة منه تم مساء اليوم التواصل مع اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 هجرية في الأماكن المتوقع ظهوره فيها من السواحل والمناطق اليمنية ولم يثبت لدى الوزارة رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة حسب إفادة لجنة الأهل المكونة من الأساتذة الفلكيين وأصحاب الفضيلة القضاة والعلماء وبذلك يكون يوم غد الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك قام وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد داعري ومعه قائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي اللواء الركن سلطان بن عبدالله البقمي ومحافظ سقطرة المهندس رأفة الثقل بزيارة تفقدية لعدد من القطاعات الحيوية في الأرخبيل حيث طلعوا على محطة الكهرباء ومدرسة معاذ بن جبل إحدى نماذج المدارس التي نفذها البرنامج السعودي لتنمية وأعمال اليمن في سقطرة والمستشفى السعودي الميداني بمنطقة موري تعرفوا خلالها على الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى في سقطرة كبرى جزر الأرخبيل كما قاموا بالزيارة مشروع مستشفى 22 مايول متعثر مؤكدين على أهمية تكثيف الجهود الحكومية لاستكمال المشروع لما يشكله من أهمية في إحداث نقلة نوعية للقطاع الصحي كما قام وزير الدفاع ومرافقوه بالاطلاع على سير النشاط الملاحي بميناء حولف وتعرفوا على مستوى نشاطه وخدمات الشحن والتفريغ التي تقدم في الميناء نقش وزير الدفاع الفريق روكنم محسن محمد الدعري مع محافظة رخبيل سقطرة المهندس رأفة علي إبراهيم الثقلي وأعضاء المكاتب التنفيذية بالمحافظة نقش الجهود التي تتطلبها المرحلة في تحقيق استقرار الخدمات الأساسية والنهوض التموي بمحافظة سقطرة والعمل على تشجيع الاستثمار والسياحة لإظهار الجزيرة بصورتها الجميلة وأشهد وزير الدفاع بالجهود المبذولة في سبيل حفظ الأمن والاستقرار في الأرخبيل بدوره رحب محافظ سقطرة المهندس رأفة الثقلي ومدراء المكاتب التنفيذية بزيارة وزير الدفاع للمحافظة التي سيكون لها أثر إيجابي في حلك الكثير من القضايا التي واجهت القوات المسلحة دشنا وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل لجنة وطنية للأمن البحري في بلادنا وتناقش الورشة التي حضرها وكيل قطاع الشؤون البحرية والموانئ البحرية الموانئ بوزارة النقل قبطان علي الصبحي ومدير برنامج الحوكمة البحرية مارك إيكن ومستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كيفين أوكونيال وعلى مدى يومين عدد من الموضوعات المتعلقة بأدوار ومهام مركز الأمن البحري ودور المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي في مجال حفظ الأمن البحري وتحديات الأمن البحري في المنطقة وأكد الوزير حميد أن الورشة تأتي في إطار البرنامج الإقليمي لمشروع طرق الملاحة البحرية في المحيط الهندي كريم ماريو إثنان المول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية بهدف مساعدة بلدان منطقة البحر الأحمر لتعزيز الأمن والسلامة البحرية وتأمين حركة الملاحة البحرية بما يسهم في انسياب حركة النقل البحري دون عوائق مشيرا إلى الأهمية التي تكتسبها الورشة لإيجاد آليات التنسيق للجهات ذات العلاقة والاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة في تحقيق أمن واستقرار المنطقة وأوضح أن نوضع استراتيجية وطنية للأمن البحري تسهم في رسم السياسات الحكومية وفق لمعطيات التهديدات الأمنية وتقييم المخاطر ومعالجة المسائل الأمنية الرئيسية على الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بصناعة الأمن البحري لافتا إلى أن اليمن هي إحدى الدول موقعة على مدونة سلوك جيبوتي والتي تشير المادة الثمانية منها إلى أن يكون المركز الإقليمي لتبادل المعلومات في بلادنا باسم ريمسك وتطرق الوزير حميد إلى زيارة خبراء المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي للعاصمة المؤقتة عدن لتقييم الاحتياجات الأساسية لإعادة تفعيل المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في الهيئة العامة للشؤون البحرية والذي توقف بسبب حرب الميليشيات الحوثية الإنقلابية مشهيدا بالدعم المقدم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتجهيز وصيانة مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية وجهود الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية لتشغيل المركز بالهيئة وتوفير المعدات وتدريب الكوادر البحرية بما يكفل تعزيز الأمن والسلامة البحرية من جهته لفت مدير مشروع مدونة سلوك جيبوتي في قسم السلامة البحرية التابع للمنظمة البحرية الدولية كيروجا ميتشيني الحرص الذي توليه الحكومة اليمنية لمواجهة مشكلة المخاطر البحرية وما تبذله من جهود في هذا المجال مؤكدا أهمية الشراكة القائمة بين الحكومة الشرعية والمنظمة البحرية الدولية في تعزيز الإمكانات وبناء القدرات والكفاءات المحلية والجهات ذات العلاقة لضمان الحد من المخاطر والسلامة البحرية اليمنية بما يخدم جانب الحفظ للأمن البحري ترأس وزير الدولة محافظة العاصمة المواقة عدن أحمد حامد لملس اجتماعا لمجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة وكرس الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون للبت في مناقصة شراء وتوريد الدفعة جديدة من الآليات والمعدات لتسيير عمل الصندوق وقرر الاجتماع المناقصة التي تضمنت شراء كناسة شوارع وقلابات وغرافة حمولة ورافعة شوكية ومئتي حاوية وشدد لملس على ضرورة الطلاع كل الجهة بمسؤوليتها خلال شهر رمضان المبارك وخلال أيام عيد الفطر المبارك بما يضمن الحفاظ على نظافة الأسواق والشوارع والمتنفسات العامة خصوصا وأن عدن تشهد خلال الشهر الفضيل حركة نشاط وحركة نشطة في مختلف المجالات وقعت وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بوكيل القطاع الحج والعمر الدكتور مختار رباش بمكة المكرمة اتفاقية تقديم الخدمات في المشاعر المقدسة لحجاج بلادنا للموسم 1440 للهجرة مع الشركة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ممثلة برئيس مجلس إدارتها ماهر جمال وفقا للتصنيف النوعي والكمي للخدمات وشملت الاتفاقية خدمات الإعاشة والتحسين والتطوير في المشاعر المقدسة بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الأخرى وتم اختيار الشركة المتعهدة بعد الاطلاع على كفاءتها التشغيلية والعملية ووفقا للتفاصيل المحددة قرينة كل خدمة في مختلف المشاعر المقدسة ابتداء من وصول الحاج إلى الأراضي المقدسة وانتهاء بوصوله إلى مشعر ميناء وعرفات ومزدلفة ثم ميناء مرة أخرى بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة المطوفي حجاج الدول العربية بالتزام مكتب شؤون حجاج اليمن بالإرشادات والتعليمات الخاصة بجداول التفويج في المشاعر والانضباط بمسارات رمي الجمرات التي تحددها الجهات المختصة لكل بعثات الحج الإسلامية ولما من شأنه الحفاظ على سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر استغربت قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبيان ما أدعته وتداولته بعض المواقع الأخبارية الإلكترونية حول اعتراض موكب دولة رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك بينما كان في طريقه إلى مدينة زنجبار وحدوث اشتباكات مسلحة مؤكدة أن هذا السيناريو المختلق لا يوجد إلا في مخيلة من يحاولون تقديم صورة مغلوطة عن أبيان وما تشهده من جهود مستمرة لتطبيع الأوضاع وتحقيق الاستقرار وأكد مصدر مسؤول في قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبيان لوكالة الأنبالية من ينسب أن هذه الأخبار الملفقة تسعى إلى التشويش على نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى المحافظة والإنجازات التي تحققت وفي مقدمتها تخرج والدفعة من جامعة أبيان وافتتاح عدد من المشاريع وبينها فرع البنك المركزي اليمني وكلية اللغات والقاعة الكبرى بجامعة أبيان ودعا المصدر جميع وسائل الإعلام والمواقع الأخبارية إلى الكف عن مثل هذا النهج والسلوك السلبي في اختلاق ونسج الأكاذيب والخطاب الإعلامي غير المسؤول وتحري الدقة واستشعار المسؤولية الأخلاقية في كل ما يتم نشره من معلومات وأخبار أو تقارير بما يحفظ للسلطة الرابعة شرف قدسيتها ودورها كنقل للحقيقة وليس صانع لتضليل إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأربعة والعشرين ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 نهاية الأخبار نعود ونذكر بما جاء فيها من عنوين اشتركوا في القناة وزارة الأوقاف تعلن يوم غدا الأربعة المتمم لشعبان ويوم الخميسة والأيام شهر رمضان المبارك ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية تقبلوا خالص تحايا طاقم العمل وفي أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة